طيب سيد كور تحدثتم عن الإرادة السياسية طبعا السيد الرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون تابعنا مربما منذ الحملة الانتخابية إلى غاية تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية وحتى في مختلف لقاءاته مع وسائل الإعلام الوطنية كان دائما يسر على مسألة مكافحة ومحاربة الفساد كيف ترون دور الهيئة فيما يصب إليه رئيس الجمهورية الجزائر الجديدة وكيف ستتجسد ميدانيا هو في الواقع السيد الرئيس الجمهورية جاب مفهوم أوسع تكلم على أخلقة الحياة العامة خلقة الحياة العامة مفهوم واسع يعني يتضمن الوقاية ويتضمن المكافحة يعني هنا الهيئة بكل صراحة سجلنا ارتياح لأنه يعني سيد رئيس الجمهورية وضع يده على مواطن الخلل الموجودة في مجال وقاية الفساد ومكافحته التزم أنه يعطي لهيئات الرقابة وهيئات مكافحة الفساد الدعم وتقويتها من خلال نظامها القانوني والنتائج أو ثمارات هذا الالتزام موجودة في مسودة الدستور من خلال أنه صنف الهيئة ضمن الهيئات الرقابية وجعلها سلطة عليا للشفافية والوقاية الفساد ومكافحته هل يمكن القول أن دسترت هذه الهيئة إلى السلطة هو بداية لطرح سؤال من أين لك هذا خاصة أن مكافحة الفساد أدرجت في دباجة مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور نعم مكافحة الفساد أدرجت في دباجة مسودة الدستور لأن ما أدرج في دباجة مسودة الدستور هو أن الجزائر تلتزم بتعهداتها الدولية من خلال اتفاقيات التي متعد الأطراف التي صدقت عليها لسيما أذكر اتفاقية الأم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد هذا دليل على أن الجزائر تتعهد بالعمل ضمن منظومة دولية لمكافحة الفساد من خلال التزامها بتنفيذ ومتابعة اتفاقيات الدولية ومتعد الأطراف التي صدقت عليها هذا شيء إيجابي لأنه تعلمون أنه على مر الدستير الدستير كانت تتكيف مع الظروف التي كانت تحيط بالدولة والوطن منذ تعددية الحزبية ومنذ قبل ذلك منذ النهج الاشتراكي تعددية الحزبية بعدها جاء الإرهاب في دباجة الدستور تكلمنا على مكافحة الإرهاب اليوم المناخ أو المطالب الحراك الشعبي والجزائر في مواجهة ظاهرة الفساد وبالتالي من طبيعي أن تكون دباجة الدستور تشير إلى ضرورة مكافحة الفساد على مستوى الوطني وفي إطار دولي وفي إطار مجهودات دولية